اهلا وسهلا بكم متابعة موقع مصراوي وانا معاكم علاء احمد في لايف جديد بعد مباراة الاهلي وبرامدز المباراة اللي شاهدت اصارة كبيرة جدا من قبل الفريقين سواء على مستوى اللعب ومستوى الاحداث اللي داخل المباراة وكمان اللي قبل المباراة وبرضو منها المنتظر ان بعد المباراة والايام اللي جاية هنشوف كلام كتير قوي على اللي حصل في المباراة النهاردة مباراة كانت غريبة الاطوار فيها شوية تفاصيل كتير قوي فيها حالات غضب فيها حالات طرد فيها انذارات فيها كمان مواقف وطرائف مباراة الجمهور المصري استناها كتير قوي عشان هي مباراة بيشوفوها حاسمة بعض الشيء الى يعني لقب الدوري كان كل الناس بتقول ان الاهلي لو فاز فيبقى الاهلي بيحسم يعني الدوري بشكل كبير جدا طيب قبل ما نتكلم عن كواليس ما حدث في المباراة خليني اقول لحضراتكم ترتيب الاهلي ايه وترتيب بيرامدز ايه بعد مباراة اليوم اللي فاز فيها الاهلي واحد سفر بهدف وسام ابو علي ترتيب الاهلي هو في المركز التاني بعد بيرامدز الاهلي بستة وستين نقطة ونقص له تمن مباريات اما بيرامدز في المركز الاول وعنده تمانية وستين نقطة وبقيله خمس مباريات فقط طيب نتكلم عن كواليس المباراة كواليس كواليس المباراة النهاردة المباراة كانت مليانة شوية حاجات يعني غريبة يمكن ابرز حاجة حصلت النهاردة في المباراة هو طرد الشيبي والمشاكل اللي حصلت من ساعة ما اضطرد الشيبي الى خروجه خارج الملعب القصة ان في دقيقة تقريبا يعني 80 الشيبي تدخل على حسين الشحات بقوة فالحكم احتسبها ورجع للبار وقرر طرد الشيبي لكن الشيبي بعد ما اضطرد يعني بدأ يتنرفز وبدأ يتخانق لكن برضو عايز اقول لحضراتكم فيه كان دور مهم جدا 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 للاعب الاهلي ريدا سليم ريدا سليم كان ليه دور كبير قوي في الترد بتاع في تهدئة الاجواء اثناء طرد الشيبي ريدا سليم كان على قدر الامكان بيحاول يهد الشيبي بيحاول يخليه ما يغلطش اكتر بيحاول يخليه ما يوصلش لحسين الشحات احنا شوفنا الشيبي كان بيحاول يوصل كتير قوي لحسين الشحات فما كناش عاربين هو عايز يوصل له ليه فالطرد خلاص والحكم طرده لكن الشيبي كان مصمن جدا جدا ان هو يروح لحسين الشحات محدش كان عارف برضو ايه السبب ان هو كان عايز يروح له في نفس الوقت التدخل كان عنيف جدا من الشيبي تجاه حسين الشحات ويمكن رواد السوشال ميديا كلهم كانوا شايفين ان فيه يعني شبه التعمد من الشيبي تجاه حسين الشحات ويمكن كله قالك هو الشيبي بيلعب طول المباراة ناحية اليمين ليه راح للشحات ناحية الشمال وعمل معه الفاول ده وكمان اكتر من كده ان الشيبي بعد ما ارتكب المخالفة مع حسين الشحات قرر ان هو يروح لحسين الشحات تاني في يعني حاجة غير مبررة طيب خلص الموضوع لكده لا الشيبي بعدها قرر يقلع التيشرت ويشاور لجمهور الاهلي بطريقة غريبة يعني احنا بنشوف الطريقة اللي بيشاور بيها الشيبي ممكن زميلنا في الاعداد يجيب لنا الصورة بتاعت الشيبي هو خارج وهو بيرفع التيشرت لجمهور الاهلي احنا بنشوف المنظر ده ان لاعب بيرفع التيشرت لجمهور المنافس بعد لما يكون احرز هدف او يكون حق بطولة لكن الشيبي وهو مطلوب بيرفع التيشرت في وش جمهور الاهلي وبيوجه رسالة لجمهور الاهلي فبرضه ما كانش مفهوم في ايه احنا فاهمين ان الشيبي مضغوط نفسيا بعد المشاكل اللي حصلت بين الشيبي وحسين الشحات الفترة اللي فاتت ووصلت زي ما احنا عارفين للمحاكم لكن الشيبي توجه بعدها للجمهور وبدأ يشور لهم باشارات يعني غريبة وبدأ يعمل لهم كده وبدأ يرفع التيشرت وشوفنا يمكن على موقع مصراوي صور للواقع وصور وفيديوهات زميلنا في الملعب صوروها للشيبي بعد طرده الشيبي بعد طرده عايز يروح للجمهور واللعيبة بتمنعه لكن برضو اعيد احراركم ان رودا سليم كان يعني ليه دور قوي جدا لعدم تفاقم الاحداث لان احنا عارفين رودا سليم مغربي والشيبي مغربي والاقتهم مع بعض علاقة جيدة جدا وشوفنا بعد المباراة اللي فاتت اللي انتهت بفوز الاهلي 3-2 ان الشيبي بيروح ان رودا سليم بيروح للشيبي في غرب الملابس وبيبدل معاه التشيرتات ففيه كان فيه روح حلوة بين رودا سليم وبين الشيبي فحاول اتدخل يقلل شوية يعني حدة الاجواء والمشاكل اللي كانت ممكن تحصل طيب ايه بقى المواقف والطرائف اللي حصلت في المباراة في وقعة غريبة جدا جمهور الاهلي لأ مش هقول جمهور الاهلي هو جمهور بيرامتز اللي موجود في المدرجات مرة واحدة لقيناه بيشجع الاهلي جمهور بيرامتز واقف بيقول جمهوره دا حماه وبيغني اغاني الاهلي مرة واحدة الجمهور اللي موجود بيشجع الاهلي المفروض اللي هو بتاع بيرامتز فحاولنا نفهم من مراسلنا اللي موجود فيه يعني المباراة يقول لنا ايه اللي حصل هو الجمهور دا جمهور بيرامتز ولا دي جمهور الاهلي ولا دا ايه قال لك لا دا جمهور بيرامتز المتواجد في المباراة لكن دول جماهير دخلوا مع يعني اوتوبسات بيرامتز او يعني جمهور بيرامتز للمباراة وقرروا ان هم يخشوا جوه ويشجعوا الاهلي فكان موقف طريف جدا ويمكن فيه صور متوداولة دلوقتي على السوشيال ميديا لبعض الجماهير اللي كان بيرتدي تيشيرت يعني لونه اسود او كان تيشيرت بيرامتز وكمان بيقلع تيشيرت ويقرر يظهر بتيشيرت الاهلي عفوا يقرر يظهر بتيشيرت الاهلي ويشجع الاهلي ويغني جمهوره دا حماه على الحلوة والمرة معاه فحاجة كانت طريفة جدا وغديبة جدا والموضوع ماوقفش على كده بس لا دا حصل خناقة بسبب اللي حصل دا ان انت ازاي موجود في المدرجات بيرامتز وبتشجع النادي الاهلي طيب اصارت المباراة ما انتهيتش لغاية كده اصارت المباراة برضو في ناس بتسأل كتير قوي اللي عنده اي سؤال يوجهونا في اللايف وهنجاوب عليه بخصوص احنا طرحنا سؤال ماذا ينتظر الشيبي قلنا الشيبي يحصل له ايه بعد اللي عمله النهاردة في المباراة طيب خلينا نقول لحضراتكم الشيبي عمل تدخل خدع عليه طرد هيتوقف مبارايتين هو دا اللي بينتظر الشيبي في المباراة بعد المباراة الشيبي كده هيتوقف مبارايتين طيب ايه اللي ممكن يحصل اكتر من كده لما يكون مرائب المباراة لاحظ او الحكم لاحظ ان الشيبي تجاوز يعني ايه ممكن يكون الشيبي شتم الشيبي توجه للجمهور اتخانق مع الجمهور او يعني وجه سباب لاي حد من المنظومة الرياضية اللي موجودة في ارض الملعب لو دا حصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مدرب بيرامدز كان على الخط يعني بقدم شو غريب جدا وعصبية غريبة جدا يعني كل الناس اللي اتفرجت على المباراة شافت في عصبية كبيرة جدا جدا من مدير الفني بتاع بيرامدز واللي كان كمان وصل بيه الامر ان عصبيته اثرت على يعني دا مش كلامي كلام رواد السوشيال ميديا عصبيته اثرت على اداء لعبته ويمكن اكتر حاجة كانت واضحة لما التاريق او اتعصب جدا جدا على الشيبي لما الشيبي غلط في الهدف بتاع الاهلي لما حاولي لعب الكرة بالكعب وخطفها منه ردة سليم اداها طبعا لامام عشور وامام عشور اه يعني اه احرزها مدرد بيرامدز كان اه بيتعصب زيادة عن اللزوم ويمكن لام الشيبي بطريقة كبيرة جدا وده اللي اه الناس في السوشيال ميديا قالت ان ما ينفعش مدير كبير مدير فن كبير يتعصب على العيبته كده يتخرجها خارج المباراة يتخلي العيب طول الماتش اه خارج تركيزه لكن زي ما قلت حضراتكم هو كان متعصب جدا افوا ويمكن كمان شفنا اثناء التغيير مصطفى فتحي وهو خارج اه مرضيش يسلم على اه المدير الفني وتعصب والمدير الفني يعني كان بيحطي ايده عليه كده فهو تعصب على اه المدير الفني ومرضيش يسلم عليه وخرج على طول ويمكن اه بعدها اه اللي زاد عصبية اه مصطفى فتحي هي الكرة اللي ضياها زلاكة زلاكة اول ما نزل جات له كرة لو كانت جات لمصطفى فتحي من وجهة نظره كان يعتقد ان هو يعني ما كانتش هتروح في حتة غير الشبكة الكرة دي كمان اللي زودت عصبية مصطفى فتحي لما ضيعها زلاكة وكانت كرة يعني اه ماينفعش تضيعها طيب في نفس الوقت كمان كان عندنا كولر كولر لاول مرة اه بنشوفه على الخط متعصب هنعارفين ان كولر يا جماعة طول عمره مدير فني هادي بيحصل مهما يحصل ده احنا شوفنا كولر في المطش في كورة كهربا كان هادي جدا لكن كولر اثناء المباراة كان متعصب عصبية غريبة جدا يمكن دي اول مرة نشوف كولر فيها يمكن انتو حضراتكم تلاحظوا ده اول مرة نشوف كولر متعصب به يعني الطريقة ديت كمان اه يمكن عشان خاطر المباراة حسيمة والمباراة كان هو عايز ينهي المباراة بشكل اسرع وكمان زي ما قلت حضراتكم هي المباراة هتأثر جدا 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 في من سيحمل لقب الدوري عندنا برضو تاني حاجة حصلت خناقة كده بسيطة بين اه دونجة ومروان عطية وكمان اه شوفنا امام عشور وخارج امام عشور تعرض يعني لخط وضرب كبير اوي اثناء المباراة شوفنا امام عشور متعصب جامد مش متعصب جامد او واقف مش عايز يخرج من الملعب اه لكن طبعا معترتش ما شوفناش منه اي اسلوب او سلوك غير رياضي انه هو ما يخرجش لكن امام عشور كان على قدر الامكان واقف نص الملعب لما عارف انه هو يتغير بعد موقع او شوفنا يعني تعويرة بتاعته كانت عاملة ازاي وكمان اه ما كانش عايز يخرج من المباراة بس طبعا التزم وخرج ويمكن وهو خارج قبله خالد بيبو ويعني حاول ان هو يهديه عشان خاطر ما هيحصلش اي انفعال من اللعب يحسب عليه وخصوصا ان امام عشور من اللعيبة الاساسية جدا عند كولر واحنا عارفين برضو ان كولر لو مين اتعصب مش هيشوف الملعب لمدة يعني طويلة شوفنا في بداية المباراة طاهر محمد طاهر كان هيبتدي لكن تعرض لاصابة وكانت الاصابة دي تعرفنا من زمائلنا المرسلين في الارض الملعب ان هي يعني التواء في الكاحل هيغيب على اسراء ممكن من اسبوع لاسبوعين ده مبدئيا ممكن يعني بعد التشخيص الاخير هنعرف ممكن طاهر محمد طاهر يغيب قد ايه طيب الاهلي عنده المباراة الجاية المصري وبرامدز عنده المباراة الجاية الزمالك الاهلي زي ما قلت حضراتكم بقيل وتمم مباراة مباراة قوية جدا نفس الكلام برامدز عنده خمس مباراة ترتيب الاهلي هو المركز التاني ستة وستين نقطة وترتيب برامدز المركز الاول تمانية وستين نقطة لكن البرامدز فارق عن الاهلي بتلت مباراة ده كان يعني ملخص كواليس مباراة الاهلي وبرامدز اللي انتهت بفوز الاهلي واحد سفر وبالمناسبة رجل المباراة كان وسام ابو علي اللي احرز الهدف وكان ليه يعني اسعامات جيدة في المباراة ده كان ملخص المباراة انا بشكر حضراتكم على المتابعة ونشوفكم في اللايفات تانية جديدة شكرا لكم كنت معاكم عزيز